أولاً بشكر الناس على التصحيح والتوضيح لأن أكتر من حد بعث لي قالي الأغنية اسمها من كوكب تاني بتاعته أستاذ ماتحة صلاح بس في أغنية تانية برضو اللي خالد سليم اسمها انت أكيد من عالم تاني فالتنين يمشوا خلي بالك اللي اتنين يمشوا مع هؤلاء اللي هما بيشتغلوا منتقل عشوائية اللي احنا اتكلمنا عنهم ووضحنا عنهم وانا شاكك ان ممكن يكون دول أصلاً كائنات فضائية لكوكب بقى والعالم يعني الواحد زي أعلان وحيات ربنا بجد على حل الكرة في مصر طيب خليك كلمة عن نادي الأهلي النادي الأهلي طبعاً النهاردة عنده مبرودية مع أسوان في إطار الاستعداد لبطولة دوري أبطال أفريقيا ومستهل هذا المشوار ألهام جداً اللي فقده النادي الأهلي واللي ساهم في فقد النادي الأهلي البطولة دي هو الاتحاد الكورة الاتحاد الكورة مصري اتحاد الكورة ساهم بشكل كبير جداً جداً في أن النادي الأهلي يخسر البطولة بدل ما يحقق ويعمل إنجاز تاريخي بالفوض لموسم الثالث على التوالي اتحاد الكورة ساعد ساعد أن الأهلي يخسر بيخفاؤه الجواب محنا مش حننسى حنفضل نتكلم عن الجزئية دي لكن في كل الأحوال الأهلي عنده أمال كبيرة جداً بمنتهى الثقة بمنتهى الثقة وبجهاز فني جديد ومميز ومؤشرات إيجابية قوي من غير ما أعلي قوي وأقول لك بقى التفاصيل إيه وكلام منت وبالعبيد أكفاء أهمهم اللعيبة اللي رايحت لأنه دول اللعيبة سوبر غير الصفقات اللي تم الإعلان عنها واللي حيتم الإعلان عنها بإذن الله أحد أحد فاستعدادات كلها قوية لعبنا ماتش أولاني مع بيترو جيت كسبنا خمسة واحد الماتش الثاني بتلعب وأنا بكلمكم من دولوقتي أعتقد في الشوت الثاني أعتقد يعني والأمور ماشية بشكل كويس والناس اللي حتسألني عن تفاصيل المباراة بتتلعب دولوقتي مش هقول تفاصيل المباراة ليه بقى حولك ليه وده عن تجربة والله العظيم أولا سفرت تونس مرتين أو تلاتة تقريبا قناة الأهلي يعني في نسب متابعة كبيرة قوي قوي لها في تونس أنا روحت العاصمة تونس وروحت سوسة الناس بتفرج على قناة الأهلي بشكل كبير جدا جدا ومتابعين والناس من المناسبة وأنا بحب تونس قوي 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 بصراحة الناس ناج بتحب النادي الأهلي جدا جدا ففي متابعة دايما لأخبار الرياضة المصرية وأخبار الأهلي بالتحديد ومتابعة دايما لقناة الأهلي فإحنا مش هنكشي فرقنا يا جماعة أنا نفسي حموت واتفرج على أي ماتش الأهلي أي ماتش حتى لو ودي زال بتلعب دلوقتي لا حيقدم ولا حيأخر هو حيقدم ويفيد طبعا الجهاز الفني لكن بالنسبة لنا إحنا يعني مش هناخد بطولة في الماتش ده لو كسبناه فماتش ودي حتى الماتش الودي ده التدريبات بنبعزين نفرج عليها بس الأهم الأهم وأعتقد كل الأهلوية متفقين معاك جزئية زي دي مصلحة الفرق إنك ما تكشفش ورقك لفريق قوي جدا جدا زي فريق اتحاد المنستيري والناس كلها الناس كلها بتشيت بيه واللحاقة المركز التاني في الموسم اللي فات في الدور التونسي اللي كان بينافس ترجل منتهى القوة ويمكن أنا قريد تصريح ما عرفش هو صحيح ولا لا ليه هسامل الشوالي المعلق الشهير المعلق التونسي الشهير قالك إن اتحاد المنستيري قادر على إقصاء النادي الأهل لا إحنا لازم نحترم الفريق ده بمنتهى القوة بمنتهى الاحترام الكامل ونستعدي ليه بشكل قوي جدا جدا ونبقى جاهزين 100% ممكن الرؤية بالنسبة له ما تبقاش متضحة الأهل حيلعب إزاي ده فيه مدير فني جديد فحتى المنشاط القديمة هتفرج لها على الأهل مش هتفدنا بشكل كبير قوي لا إحنا عايزين نساعد الفرقة لكن الأهم اللي أنا أقدر أطمنك عليه إن الاستعدادات ماشية بشكل كويس جدا اللاعبين جاهدين بشكل قوي قوي وفيه عدد من العناصر المؤسرة بتعود من الإصابات أبرزها أفشا وشريف وفيه كوكا كمان بيرجع وبيقترب قوي بيرسي تاو اللي الراجل مهتم باهتمام كبير بخلاف الكام لعيب اللي انت تعاقدت معهم التلات لعيب الموجودين لحد دلوقتي ركز معي في كلمة دي لحد دلوقتي فانت لقى داري كده على نفسك وركز عشان تدخل المبراد دي بجهزية تم بإذن الله تعالى المطش اللي حيكون يوم تسعة من شهر أكتوبر فالأهلي عنده مبراد دي دلوقتي يوم مبراد التالية أو التالتة بالتحديد حتكون يوم الأربع أعتقد اللي هو يوم تسعة وعشرين من الشهر الجاري مع طلاق على الجيش وهي آخر أو الخميس تمام يوم الخميس مع طلاق على الجيش وهي آخر مبراد في إطار الاستعداد لمواجهة اتحاد المنستري ده بخصوص الأهلي نروح لفاصل بعد الفاصل نكمل